25 يناير نرجع قارب الساعة 1952 وموقعة الإسماعيلية البسالة الشهامة الوطنية إزاي قدروا جنود الشرطة البواسل يبقوا موجودين في المحافظة ولا يستسلموا بأسلحتهم وقرروا أمام الغطرسة والاحتلال الإنجليزي ألا يخرجوا إلا وهم يحافظون على المحافظة الإسماعيلية هذا ما حدث تحديدا وطبعا نتيجة استشهاد 52 شهيد و80 جريح كانت هذه المعركة البسالة هي السبب في أن يسجل التاريخ 25 يناير عيدا للشرطة لأن الشرطة يعني لو نتحدث عن الشرطة المصرية أنت تتحدث عن أهلنا عن أولاد مصر عن أبناء مصر اللي بيقفوا يحموا مصر دايما هتلاقي التاريخ بيسجل ويسأل مصر كفحت كتير أمام الاحتلال وأمام الاستعمار أمام الاحتلال الإسرائيلي وأمام الاستعمار الإنجليزي فطول الوقت المصريين دائما في امتحانات ولكن الإجابة دايما بتكون أنه المصري أمام الأزمات لازم يقف ويدافع عن بلده مهما كان التحدي من احتفل معكم بعيد الشرطة كل سنة والشرطة المصرية بألف خير كل سنة وكل أهلنا من الشرطة بألف خير وكل سنة وإحنا كمان يعني بنطبطب على يد أهل الشهداء ومنقول لهم كل ما حدث وهذه الأرواح الكريمة أرواح أبناء هذا الوطن لم تذهب أبدا في الرياح وبالعكس نحن نشعر بالأمن والاستقرار لأن هناك أبناء من هذا الوطن دفعوا تمن كبير جدا اشتركوا في القناة